ومن بغداد ينضم لنا الأستاذ طالب الأحمد داخل كاتب والباحث السياسي أستاذ الأحمد أهلا بك معنا على شاشة الغد إذن اتفاق أخيرا بين حكومتي بغداد وأربيل على تصدير النفط في البداية هل هو اتفاق نهائي أم مؤقت إلى حين ربما مصادقة البرلمان على قانون الغاز والنفط وأيضا ما أهمية هذا الاتفاق في هذا التوقيت شكرا جزيلا تحية لكادر الغد الغراء وليجميع المشاهدين الكرام حقيقة هذا اتفاق مهم جدا وأعتبر نجاح آخر لحكومة السيد السوداني وخطوة هامة باتجاه تكريس الاستقرار السياسي الذي بدأ يترسخ في حكومة السوداني وأيضا تأكيد لوحدة البلد بأن المكونات أو التنوع الموجود داخل البلد لا يعني أن نمنح المكونات حقوق سيادية وإنما جميع في إطار وطن واحد وبلد واحد مع وجود إدارة لا مركزية وتمتع الإقليم بكامل الحقوق المنصوص عليها بالدستور أعتقد حقيقة هذا الاتفاق اليوم أهمية تتجاوز موضوع النفط أو تصدير النفط وتجاوز الخلافات لأنه لاحظنا اليوم الخطابات الإيجابية من قبل طرفه سواء من قبل المركز أو من قبل الإقليم وكلها خطابات تؤكد على وحدة البلد وعلى أنه توصل إلى تفاهمات مشتركة واحتماد الحوار والدستور لكم مفجعية لحل كل الخلافات وهذا معناه أنه ساسة البلد قادة البلد سواء في الإقليم في المركز الآن يقررون عملياً مبدأ الإقرار بالعيش المشترك عملياً وليس فقط مجرد شعارات أو أنه تناقض ما بين الشعار والسلوك على أرض الواقع بالطبع نحن أمام حقيقة مرحلة جديدة للتكريس كما قلت الاستقرار السياسي للتكريس وعدة البلد لأن هذه الخلافات بين الإقليم والمركز خصوصاً في موضوع النفط يعني هي ليست جديدة وبالتالي هنا السؤال إحباط حقيقة نعم وبالتالي هنا السؤال أستاذ الأحمد يعني هي بداية جيدة للعمل المشترك بين الحكومتين ولكن ما ضمنت هذه المرة لكي تنفذ هذه الاتفاقية كما هي ولتضمن أيضاً حقوق كل مكونات الشعب العراقي أعتقد هذه المرة الأرضية مماهدة والأجواء مناسبة اللي فعلاً أنه تكريس أو تجسير الثقة أكثر فأكثر بين المركز والإقليم لجملة أمور سواء داخلية وخارجية داخلية الحزبين الكرديين الرئيسياً في إقليم كردستان هم مشاركين في التلاف الذي يشكل الحكومة والذي يختار السيد السودان الرئيساً للوزراء وبالتالي هناك تناغم أكبر ما بين الإقليم والمركز من هذه الناحية الموضوع الآخر أنه الأوضاع الدولية الأوضاع الإقليمية ما تسمع أيضاً بين يستمر هذا الخلاف خصوصاً أنه بدأت له تداعيات حتى خافج العراق تركيا تأثرت من توقف نفط الشركات الغربية الأمريكية الأوضاع الخصوصية تأثرت السوق العالمي للطاقة تأثرت نحن بمجرد التوقف حتى سعر برميل نفط تأثر مباشرة تلك ولن ينسى العراق بلد مؤثر في الأوبك وثاني بلد منتج نفط ضمن منظمة أوبك وهذا الاتفاق بالتالي سوف يكرس دورة ليس فقط الاقتصادي حتى دورة سياسة لتلازم السياسة مع الاقتصاد بالتالي جملة أمور حقيقة داخلية وخارجية تدفع طرفي الاتفاق والأقليم والمركز إلى التوافق والموضي قدماً أعتقد أن الخطوة التالية ستكون هي تيسير بأسألة إقرار أيضاً قانون النفط والغاز الذي هو تقريباً متعاطر منذ سنوات عديدة بسبب أيضاً الخلافات الآن مع وجود هكذا أجواء إيجابية وخطابات يعني إيجابية وخصوصاً من قبل يعني لاحظنا مثلاً سابقاً أول ما طلع القرار الدولي لاحظنا خطابات متشنجة من قبل قادة الإقليم الآن الخطابات تختلف تماماً تأكيد على وعدة البلد وعلى أن الأمور تكون بإشراف الحكومة المركزية مثلاً التنزيم النفط وهذه الحقيقة معناه وجود قناعات جديدة وتفسيخ للثقة المتبادلة بين الطرفين أنا شخصياً متفائل بين اليام القادمة سوف تشهد خطوات أخرى على هذا الصعيد وأعتقد بسألة قرار قانون النفط والغاز أصبحت قريبة المنال طيب، بالنسبة لعائدات النفط أستاذ الأحمد أين ستودع هل في البنوك في إقليم كردستان وهل سيكون الحق لحكومة بغداد أيضاً الإطلاع على هذه الأموال ومراجعتها طبعاً نعم، هو الحل الوسط الذي تم التواصل عليه أنه تودع في حساب حكومة إقليم كردستان أو الوزارة الثروات الطبيعية لكن الحكومة المركزية وشركة السومة على وجه التحديد هي من تشرف على هذه الأموال على إنفاق هذه الأموال وعلى مسألة كل تعاقد يتم بين الشركات العالمية وبين حكومة الإقليم في مجال استخراج أو تصدير النفط بالتالي العملية هي مبرمجة بما يكفل أنه الحق السيادي لحكومة المركز وأيضاً لن نسأهد نشأل قضية مهمة أيضاً هذا سوف يتبع هذا الاتفاق أنه نشر قوات التحادي على حدود الإقليم مع تركيا لأنه هذا أحد البنود التي تكفل أنه باعتبار ضمان سيادة العراق وأنه التصدير يكون ضمن الحدود السيادية للبلد وهذا ما كانت تطالب به أيضاً أكثر من جهة إذن حقيقة إحنا أمام اتفاق متعدد الأبعاد وبالتالي أنه قبول وجود قوات التحادية أيضاً في النقاط الحدودية هذا أيضاً دليل على أنه وجود ثقة متبادلة ثقة كبيرة حقيقة بين المركز والإقليم لأن هذا الموضوع كان حساس سابقاً للغاية الآن نشر هذه القوات وبالتالي اعتبار فعلاً على أرض الواقع البيش برقه مع قوات التحادية اعتبارها جزء بالمنظومة أمنية واحدة للعراق حقيقة هذا مكسب كبير يعزز وحدة البلد يعزز الإقرار بالعيش المشترك وبالتالي أنه أستطيع أن أقول أنه كل الخلافات التي كانت عالقة هي في طريقها للحال ضمن عراق واحد وبلد واحد الآن ينسى أنه نعكاسات أيضاً على سيكولوجية المواطن سواء في الإقليم أو المركز خصوصاً في الإقليم الآن طبعاً التنمية التي ازهرت في الإقليم الآن مرشحة تزهر أكثر بحكم أنه الآن توافق على أنه تأذر النفط بهذه الطريقة وبالتالي الكريكات العملاقة ممكن تعمل أيضاً برياحية في إقليم كردستان من الآن فصاعداً شكراً جزيلاً لك الأستاذ طالب الأحمد الكاتب والباحث السياسي كنت معناً من بغداد شكراً لك